على فكرة على سيرة المستقبل أيضاً المستقبل غامض ليس بالنسبة لنا نحن كعرب المستقبل غامض نسبة للعالم لأنه البشر يدمرون هذا الكوكب الصغير هذا البيت الصغير بشكل تدريجي وعنيف يوماً بعد آخر يعني بالأبحاث اللي بتعملها بتقوم فيها فيه خط زمني ممكن يهدد وجود الإنسان مثل ما قلت الأزمة البيئية على سبيل المثال يعني أزمة عميرة جداً جداً نادرة ما نتكلم حولها عربياً لكنها في عمر كل شيء يعني الكوكب مهدد حدث في تاريخ الكوكب خمس فناءات فناء جمع فناء سابقة آخرها قبل 65 مليون سنة عندما قال نيزك ودمر كل الدناصير الموجودة الفناء السادسة اللي قادم هو بسبب ذوبان القليد ارتفاع مستوى البحر التسناميات الموجودة حالياً اللي حدث في بعض العولة ما في سبعينات الإنسان استهلك مصرع حتى الفضاء أصبح الفضاء مزبلي مزبلي معدنياً وغير معدنياً حقيقة يعني بدأ وراء الاحتباس الحراري تحول الكوكب إلى قفص مظلم مملوء بالسخونة تزداد والخط البياني مرعب من سنة إلى سنة يزداد بشعة نقترب من حد الخطر 2050 2040 حد الخطر كبير يعني إذا زاد درجة الحرارة بـ 1 و 5 بالعشرة في نهاية القرن مدن كاملة هتنمحي من الوجود وقزر وإلى آخره يعني ممكن ترتفع إلى درجة الحرارة ترتفع 15 درجة في وقت معددة فتخيل في دولنا قاتلة في دولنا 45 درجة حياناً 45 قاتلة قاتلة جداً بالضبط فالكوكب مهدد تماماً وكمان مثل ما أنت قلت بالضبط الإنسان حاول يهرب الآن بدأ الهروب من 2025 حيبدأ استيطان القمر استيطان حقيقي يعني حيبدأ لأن كل مشاريع لأكل موضوع أنترنت خاص للذهاب القمر بدلات جديدة للحياة في القمر كبسولات للسكن منطلق لمكان آخر منطلق لمكان آخر القمر عدواني جداً شو الكوكب اللي هو مؤهل للحياة يبدو المريخ أكثر على أكثر لا مريخ ولكن درجة حرارته لا في 24 كمان في الوسط الخطر الاستواب بتاعه تصل إلى 24 الأقطاب فيها مياه يعني أكثر تأهل للحياة كم يبعد المريخ عن الأرض؟ الأرض يعني القمر حوالي 400 ألف كيلومتر وش بعيد القمر؟ القمر والمريخ أربعة مليون تقريباً هذه هي الغرب الحقيقي يعني فيه كمان لحظات جميلة يعني تكون فيه ظلق ظاهرة معروفة لكل الفضائيين أول ما يكونوا قريبين من القمر ويشوفوا الكرة الأرضية كفترية ككرة صغيرة زرقاء الجميع يعني يبكي يبكي وتجي حالة سعادة هائلة جداً أنه؟ يعني تراك كوكبك بهذا الجمال كل الكواكب الأخرى قاحلة حجار وهذا كوكب جميل وهذا كوكب دمرناه دمرناه وربما هذا البكاء بسبب تدميرنا له وقد في مختبر أبحاث في الفضائي كيف تشكيل مقرات تتكلم مع طالب يشتغل حول مقرة معينة على بعد في وسط الطريق بيننا وبين أقدم مقرة كم بعدة عنها؟ يعني ملايين السنين الضوئية يعني معنا آخر رقام خيالية جداً لكن هناك رغبة كبيرة جداً اللي معرفت هل موجود الحياة في ما يسمى بالإيجزو بلانيت يعني الكواكب القريبة اللي شبيها بالأرض هذي يستحيل الوصول إليها يستحيل الوصول إليها سريعاً لأنه أولاً ملايين السنين الضوئية وأي جسم يمشي بسرعة الضوء أنت تعرف طعمك طبعاً يتحول إلى الضوء يعني هو الضوء يعني يتلاشع من هذا المنطلق هذه الزاوية المعرفية يمكن ألاف الروايات ممكن يكتب جداً جداً وهذه بالفعل مواضيع خصبة كثير فتخيل بالنسبة للرواية تخيل يعني من جم من جم كبير من جم أنك تشتغل على هذه الأشياء بدون شك هو كلام ممتع في هذا ومحزن بنفس الوقت لا لأنه محزن لأنك تشعر كم أنت عاجز عن أن تعرف أو أن تصل بالضبط فاهمك تماماً لأنه مثلاً سئلة جميلة جداً يعني هل هناك كواكب فيها حياة تشبه الحياة اللي كانت في الطورة البكتيري بتاعنا الطولة الحيواني قبل مليارين سنة مثلاً أو هل هناك كواكب فيها حياة أو تمت الحياة واندثرت واندثرت أو فيها ناس مطورين أكثر من مليارين سنة مثلاً حيكونوا كيف الموضوع أكثر أكثر رعباً أكثر رعباً وأكثر جمالية للأدب للتخيل